تحدث اليوم بروح إيجابية عن المنتخب الوطني لكرة السلة والذي إن شاء الله مسألة وقت أن يكون وصولنا إلى كأس العالم للمرة الثالثة والثانية تواليا كابتن سامي أكيد طبعاً إحنا النافذة الأخيرة هي السادسة طريقنا شوي أسهل السعودية منافستنا على الصعود أمامها مواجهة قوية أمام فريق نيوزيلندي بنيوزيلندا قبل أربع ساعات من مواجهتنا مع المباراة الأسهل بالمجموعة أمام الهند في الهند فإذا فازت نيوزيلندا على السعودية في نيوزيلندا منكون إحنا هيك أعلننا تأهلنا الرسمي إلى كأس العالم لكن المطالب أيضاً أن منتخبنا يظهر بصورة قوية حتى يرجع الثقة للجمهور الأردني بقوة منتخبنا وحقيته بالتأهل إلى كأس العالم كابتن سامر الطريق سهل في النافذة السادسة لكن هل منتخب الوطني لكرة السلة صعب واختار الطريق الأصعب؟ دائماً منتخبنا الوطني عودنا على صعوبة الصعود خاصة بكأس العالم الماضية قدرنا نحقق في النافذة الأخيرة الفوز على الصين وعلى نيوزيلندا النافذة القبل الأخيرة اللي تتصير بكرة احنا خسرنا مع الفلبين وصار وضعنا شوية مكركب إلا أنه حققنا الفوز على نيوزيلندا واخترنا الطريق الأصعب لكن فوز كان بغاية الأهمية أمام نيوزيلندا أعطانا خطوة تقريباً فوق التسعين بالمئة أمالنا للصعود إلى كأس العالم إن شاء الله يوم الجمعة القادم على الساعة ثلاثة ونصب بعد نهاية المباراة يعني تقريباً القمسة منحتفل بصعود منتخبنا الثالث التاريخي إلى كأس العالم إن شاء الله في هذه اللحظات على أن لقاء ودي في البطولة الوديها في تونس ومنتخب الجزائر تحذيرات كيف تقرأ وتتابع هذه التحذيرات للنافذة هذه يعني ارتأت القيادة الفنية بقيادة الكابتن وسام الصوس وعبد الله أبو قورة محمد حمدان إنه يخوضوا بطولة ودية فيها منتخبات من العيار الثقيل زي تونس والجزائر وليبيا للأسف ما رح نقدر نلعب مع المنتخب الليبي لضيق الوقت للتحذيرات ولعودة المنتخب الاستعداد للنافذة الأخيرة لكن رح نخوض لقاءين في غاية القوة أمام المنتخب الجزائر وأمام المنتخب التونسي أتوقع الآن في هذه اللحظة عم بلعبوا أمام المنتخب الجزائري منتخبين قويين رح يعطون الإضافة اللازمة للاستعداد طلعنا إحنا بعدد من اللاعبين هلا عشان أكون معك صريح كان مجموعة من الشباب متوقع أنه تطلع لكن للظروف المادية اقتصرنا التشكيل على 14 لاعب فتم استبعاد بعض من الناشئين زي الهزائم اللي كنا نتمنى وجوده مع المنتخب أيضا نتوجه بالتعازي لكابتن أحمد دوير اللي توفت جدته وبنت خاله أتوقع في الزلازل دويري أيضا أكيد بيمر بحالة نفسية سيئة لأنه يعني عيلته نتمنى مشاركته بالنافذة الأخيرة لكن على ما أتوقع أنه لا الاتحاد ولا المنتخب بهمهم طبعا الوضع النفسي لللاعب هذا ابن الوطن وأكيد طبعا لدويري إذا كان وضعه النفسي سليم وضعه الصحي سليم أكيد ما رح يرفض نداء الوطن ويجي يلعب مع النافذة الأخيرة نعم كابتن إذا بنتحدث عن الأسماء وتحدثت ممكن دائما في كرة السلة يكون الهم للمستقبل والنظرة للمستقبل بعدم وجود جيل أو في مرحلة الناشئين خلينا نحكي لكرة السلة الأردنية يعني ميزت الدوري الحالي أنه أفرز عدد من الناشئين واعدين ممكن يرفضوا منتخبنا الوطني خاصة بعد اعتزال الكبار اللعبة شفنا بالدوري أفرز عدة لعبين زي الحموري اللي بلعب بين هذه اللي جبيها فهذه قرمش الجديد القديم اللي كان لعب الأرثنوكسي الآن صار لعب الأهلي الهزيمة موجود أيضاً محمود درويش أيضاً موجود وعدد وعلي كنعان أيضاً موجود وبالإضافة إلى فريدي وأمين وأبو حواس وسامي بزيع أيضاً عمارهم من السمش كبيرة ويوسف أبو وزني إذا تم إدخال التشكيل الشابة مع عناصر الخبرة ممكن نحصل على منتخب وطني يمكن يخدم منتخبنا بالسنوات القادمة كابتن يعني ترى هنا المتوقع أن مسألة وقت تفضلنا عن الإعلان تأهل منتخبنا الوطني كورة السلة إلى كأس العالم يعني على الورق والمفروض وكل شيء يعني موفر لمنتخبنا أنه يتأهل الهند سبق أن نفوزنا عليها منتخب ليس بالصعب بعرف أنه بنعب على أرضه لكن إحنا سمعة منتخبنا وتصنيفه وترتيبه والعطفاً على الأداء اللي قدموا بآسيا إحنا مفروض نتأهل بسهولة ونحسم النافذة قبل المباراة الأخيرة وإن شاء الله بنفرح يوم الجمعة بالتأهل ما بعد هذه المرحلة وما بعد هذه النافذة برأيك ما هو المطلوب حتى في حال التأهل وهذا هو التأهل الثالث والثاني تحواليا أن يكون الأداء وفق الطموح للشارع الرياضي أصبح صقف الطموح يرتفع في ملف كرة السلة الأردنية لدى كل من يتابع الرياضة الأردنية وحتى من يتابع يعشق كرة القدم إلا أن النظرة دائماً إيجابية لمنتخب السلة الآن بالفترة الحالية بلش الاهتمام بكرة السلة المدرسية بفرق الجامعات بالاعتماد على الناشئين يعني صار فيه الخبرة تطورت عند اللجنة المؤقتة بخدمة كرة السلة لكن إحنا أمام مفترق طرق الآن كما فهمنا من رئيس اللجنة المؤقتة السيد محمد عليان أنه ما بدي يعلن ترشيحه مرة أخرى فهون بيبلش الخوف ما هو البديل إذا استمر محمد عليان هو رجل ناجح يعني نجح باتحاد كرة القدم وأيضاً نجح بقيادة اللجنة المؤقتة إذا ما استمر وين من نروح أيضاً معه المهندس نبيل أبو عطى أمين السر أيضاً إذا ما استمر أيضاً وين بدي يصير هلأ بجت الاتحاد اللي ماخدينه من اللجنة الأولمبية 600 ألف الحجم الخطة اللي عملوها وعرضوها أمام الصحافة وأمام الإعلام تكلفتها 3 ملايين إحنا كنا منعرف أنه كانوا سواء السيد محمد عليان أو المهندس نبيل أبو عطى دائماً يلجأوا للداعمين حتى من جيوبهم الخاصة من شركاتهم ليغطوا العجز إذا إجت لجنة مؤقتة جديدة أو إذا إجت اتحاد جديد منتخب من وين بدي أمن هاي المصادر ووين بدأت تصير كرة السلة هون التخوف الشارع الأردني أنه إيش رح يصير فيه بين مؤيد وفيه بين معارض بقولك أنه اللجنة المؤقتة هي أطول لجنة مؤقتة على التاريخ أكثر من خمس سنوات بدنا انتحاد منتخب بدنا ممثلين للأندية أنا يعني بشوف أنه اللجنة الأنبية لازم تحط حل وسط أنه تحتفظ بالأسماء اللي بدها تشتغل الأسماء الداعمة بالإضافة إلى تمثيل من الأندية